السلام عليكم معكم الدكتور هلال يارب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال صباح الخير للناس اللي عندهم الدنيا صبح وصابق ومساء الخير للناس اللي عندهم الدنيا بقت ليل النهاردة بأتكلم معاكم في سؤال بيجي متكرر جدا 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 وهو هل نتيجة تحليل الإصابة بفيروس الإيدز تتأثر بعوامل خارجية يعني لو كان واحد عمل تحليل الإيدز وطلع سلبي ممكن يكون خطأ ولا يكون فعلا ما فيش احتمال للخطأ ده السؤال ده متكرر جدا جدا يا إما بشكل مباشر زي ما العنوان كده مكتوب يا إما بشكل غير مباشر غير مباشر ازاي؟ بيجي يعني الواحد اللي يجي يقول لي أنا عملت التحليل وعدته خمس مرة تفتكروا بيعيدوا ليه؟ يعني زيادة فلوس؟ لا لأنه خايف أن التحليل الأولاني يكون غالط في عمل التحليل التاني يا إما بقى يكون غالط يعني فنيا يا إما يخاف أنه يكون لسه ما ظهرش التحليل عنده المرض ما يكونش المرض ظهر عنده وفي الغالب الناس اللي بتقعد تعيد تعيد في التحليل ده بيكون عندها أعراض ووجود الأعراض بيخلي الواحد يقلق مش عارف الأعراض دي سببها إيه؟ وعنده يعني تاريخ كده خلال الكم أسبوع اللي فاته عمل علاقة خارج نطاق الزوجية فبالتالي بيبقى الآن فإذن هذا السؤال من الأسئلة المتكررة جدا جدا ومضمون السؤال إيه؟ هل نتيجة التحليل؟ يعني هل نتيجة التحليل اللي طلعت سلبي؟ ممكن تكون غلط يا دكتور هلال الإجابة المختصرة في بداية الفيديو كده لا بس أنا بعمل الفيديو ده ليه؟ عشان أقولك على حاجة لطيفة جدا جدا أنت بدل ما تبقى الآن وتبعت سؤال للدكتور هلال ويرد عليك بعد أسبوع والدكتور فلاني فلاني وما يردش عليك طب أنت فيه شيء سهل جدا جدا أنت تعمله السؤال ده روح حطه على جوجل ماشي هتحطه على جوجل وكل الناس دلوقتي متأيقل عارفة يعني إيه البحث عن طريق جوجل أو عن طريق وسيلة أخرى غير جوجل هتحطه على جوجل بهذا الشكل شايفين أنتوا سؤال؟ هل يتقصر تحليل الإيدز بأي عوامل خارجية مرض آخر أو دواء أو آكل أو شرب حط هذا السؤال هتجيلك الإجابة طبعا بتاع جوجل مش هجيبلك الإجابة من الدكتور اللي عايش في النجو عبد الباصد ولا الدكتور مش عارف مين اللي في آخر بقى الأرض اللي محدش يعرف عنه حاجة لا هيجيبلك الإجابة من أعظم الأماكن وأشهرها وأكبرها وأكثرها مصدقية يعني هو جوجل هيجيبلك الإجابة حتى أحسن من أي دكتور تاني ماشي لأن جوجل عنده آلية تقنية بيفحص المصدقية بتاعة الكتابات والحاجة اللي لها مصدقية الأول بيظهرها وبعدين البقى يظهرهم في الآخر خالص فأول صفحة أول صفحة من جوجل لما هتكتب هذا الكلام هتلاقي شوفوا مواقع ويكيبيديا دي مواقع طبعا بتكتب المعلومة وبتتحرر بتبقى المعلومة مفتوحة والناس الخبراء يحرروا فيها فبالتالي بتبقى منقاحة عدة مرات موقع زي مثلا مايو كلينك شوف تاني حاجة موقع مايو كلينك موقع البي بي سي أظن دي كلها يعني مواقع يعني لا يشبها أي شك في مصدقيتها وقدراتها العلمية العالية جدا جدا ده كده الموقع الثالث في البحث قلنا بي بي سي الرابع بقى مين واحد يقول لك طيب يا دكتور هلال أنا عايز أعرف النتيجة منك أعرف منك النتيجة ما تقلقش برضو هتلاقيني لما تكتب البحث في جوجل هتلاقيني برضو إن شاء الله موجود نتيجة الجهد الشديد جدا وحرص الشديد في أن أنا أما بكتب مقال بتكون المقال فعلا زي ما بيقولوا كده يونيك في محتواها لا باستخدم مثلا كتابة إنجليزي وبترجمها ولا فقرات بجمحها من هنا وهنا إنما اللي بيحصل إيه إن أنا ما باجي أكتب المقال أنا طبعا عندي معلومات طبية مش بروح كتبها من معلومات اللي في مخ فقط لغير لا قابليها كده بنص ساعة ولا حاجة بعمل آخر التحديثات عن موضوع المقال بتاعي وأقرأ طبعا باللغة الإنجليزية وأقرأ من المواقع الطبية لعله وعسى في معلومة جديدة تكون ظهرت أمس أول أمس خلال الأسبوع اللي فات خلال الشهر اللي فات ما تكنتش ووصلت لي خلصت أريد بقفل البحث كله وابتدي أكتب المقالة من دماغي بتبقى المعلومات ساعتها اللي في دماغي هي معلوماتي كطبيب ومعلوماتي الجديدة اللي جات نتيجة البحث بس بيطلع الكلام مكتوب من دماغي أنا فجوجل بيحترم اللي بيكتب من دماغه اللي بيكتب من دماغه بيحترمه وبيعتبر الكلام بتاعه فيه مصداقية كبيرة بالإضافة إن المعلومات اللي بتتحق لما بتكون موثقة بمصادر علمية داخلها برضو جوجل بيحترمها طبعا مصادر علمية يعني إيه مش الجرائد والسوشيال ميديا والحاجات دي لا مصادر علمية مصادر زي الـ WHO منظمة الصحة العالمية زي الـ CCD بتاع الأمريكاني الـ NIH البريطاني ايه الحاجات دي كلها المهم نرجع تاني ونقول إيه بتحط سؤالك في جوجل فبتريح نفسك مش محتاج تستنى كذا يوم لما حد يرد عليك بتجيلك الرد مباشرة شوفوا بقى عايز بقى واحد يقول لك إصلا أنا عايز أسمع ايه أو أعرف النتيجة منك ما تقلقش خش كده شوف أنا هيحصل هيجي هظهر أنا هنا في وسط العمال اللي زهرين هنا ولا لا قلنا أدي ثالث حاجة بي بي سي وبعد البي بي سي رابح حاجة الألمانية جاء www.dw.com ده الألماني ده موقع علمي تقريبا ألماني طبعا بتاع ألمانيا ده مشهور جدا جدا وبعدين بعد كده في مين موقع السعودية الصحة وزارة الصحة السعودية المواقع دي ما بتكتبش أي كلام يا أخوانا المواقع دي ما بتكتبش أي كلام لا ده كلام وبعدين عندك آه دين العبد لله ظهر موقع بتاعي أرافيلي دادكام موقع الدكتور هيلان يعني حتى لو ضربت على جوجل هطلع لك أنا وتقدر تقرأ المقالة بتاعتي وتعرف الإيجابة بالمناسبة الصفحة الأولى اللي انتوا شايفينها دي مش ممكن يظهر فيها أي شخص فردي عادة باللي يظهر فيها اللي هي الجهات العلمية الكبيرة يمكن أنا العبد لله هو في هذا الخصوص السؤال هل يتأثر تحليل الإيدز بعوامل العبد لله هو الوحيد اللي ظاهر في الصفحة الأولى شوفوا بعدين مين بقى ظاهر undocs.org طبعا ده موقع عالمي خطير ويب تيب برضو موقع باللغة العربية كبير وخطير وما إلى ذلك الصفحة الأولى هي خلصت وما فيش ولا واحد ظهر هناك غير العبد لله وده برضو زي ما بقول لكم نتيجة الحمد لله حرص الشديد على أن أكتب المعلومة بدقة ماكتفيش بس كده بمعلومات اللي في مخي وأقول بقى ده أنا الدكتور هلال مفيش بعد وما حدش وأكتب اللي في مخي وخلاص لا أنا بكتب معلومات الطبية بعد تنقحها بالمعلومات اللي ورده من المصادر العلمية الكبيرة وأحدث المعلومات كلينا أنديك أنت عايز بقى تشوف الكلام بتاعي أنا برضو قبل ما تتواصل بي مباشرة اتفضل حضرتك أنقر على جوجل تحليل الإصابة بفيروس الإيدز ومتى يكون مؤكداً وقطعياً ماشي يمكن أنا طلعت هنا برضو الأحد الأسباب ليه لأن عندي يجي لو الموضوع ده لو فرد فيه هتلاقي فيه يجي ألف واحد سألين يمكن لو ده مش هتلاقي المقال لنهاية شوفوا كل ده ناس بتسأل وبرد عليها مفيش واحد شوفوا يا إخوانا عشان اللي بيقول يا دكتوري أنت ما بترد شوفوا ده وتي السؤالة هو ده اللي تشاط اللي بيظهر قصادك ده لو عايز تبعث الرسالة باللي تشاط وإني أنا بفضل أن أنت تبعثها على الموقع تحت الموضوع المناسب أحسن شوفوا يا إخوانا ده كده سؤال هتلاقي تحته على طول الراد طبعاً السؤال أنا صورتي بتطلع لأن أنا مش يعني معروف وحطت صورتي وكل حاجة إنما الناس طبعاً اللي بتسأل عن الإيدس كلها بتستخب هذه واحد سائر مرتين ثلاثة وردت عليه طبعاً هو عايدس ما فيش حد هنا بيحط صورته والحاجات دي كل الناس بتعتبر أنه سؤال على الإيدس حتى من باب الاستفسار عار وما حد ليه بقى ليه هو عار أنا معاك إنه هو عار لأن حديثة زمان ما كانش بصراحة زمان كان فيه ناس مظلومة كان ممكن يجيلوا عن إبرة متلوسة ملوسة بالدم أو يجيلوا عن نقل دم ملوس أو يجيلوا عن طريق والدته برضو تلوست بالخطأ كل هذا الكلام فيه ناس مظلومة زمان لكن الأيام دي ما أظنش تسعة وتسعين في المية من المصابين بالإيدس حالياً خلال مثلاً الخمس سنين العشر سنين أو الخمس سنين الفاتوه تسعة وتسعين في المية ونقول تمانية من عشرة منهم أصيبوا عن طريق الممارسة الجنسية يا إما الشازة الشازة ثم الشازة ثم الشازة ثلاث مرات بعيدها ثم خارج نطاق الجنسية خارج نطاق الجنسية مين هم؟ متعدد الممارسات متعدد الرفقاء ما هو ربنا سبحانه وتعالى يا إخواننا رحيم ما شفتش واحد غلط في حياته ومارس مرة وجاله الإيدس ما هو سبحانه وتعالى غفور رحيم مش معقولة هي عقبة بسبب مرة نزوة أو خطأ لكن مين اللي بيجيله الإيدس الأيام دي بالترتيب الشواز جنسية ثم الشواز جنسية ثم الشواز جنسية فعشان كده اللي بيسأل عن إيه سبيشعر بالعار أو بالخجل لأنه يخاف أن الناس تشك أنه هو من هذا النوع دي حاجة بعد الشواز جنسية إيه الممارسة الجنسية خارج نطاق الزواج ماشي الممارسة الجنسية وبعدين بقى رقم عشرة في الترتيب أمور أخرى غير الممارسة الجنسية فالأيام دي فعلا الإنسان حتى اللي بيسأل مجرد سؤال ما يحطش لا صورته ولا إيه ولا اسمه الحقيقي ماشي أهو كله هو لو بسطه ما فيش حد إلا لو تلاقي صورتي بعدين مجاو ده رد على الناس اللي بتقول أن الدكتور هيلان ما بيجاوبش على الأسئلة أحيانا طبعا فيه ناس بتحط السؤال ومتصورة أن أنا بعد خلال خمس دقائق هرد لا يعني ربنا عرفوه بالعقد هرد إزاي بعد خمس دقائق أنا برد عادة خلال يوم وإيه لما يكون فيه ظروف ما برد خلال زي كده فيه ناس هيئة مجموعة والواحد رد ديت كل أو ردت عليها على اللتشاط مباشرة ماشي لكن معظم الأسئلة مردود عليها بشكل مباشر وخلال يوم بالكتير طيب إحنا جينا دربت على جوجل نرجع تاني دربت على جوجل وطلع موقعي طيب هتلاقي الإجابة زي بتمسك المقالة هتلاقي المقالة هوق صادق في المقدم عادة عادة في معظم المقالات المقالة هوق ده عن تحليل متى يكون تحليل فيروس الإيدز مؤكدا طبعا أنا بسأل عن هل التحليل هل التحليل يتأثر بعوامل خارجية إعلق داب دا لق اصبر بقى شوي انزل كده تحت هتلاقي النقاط المهمة أهم نقاط موضوع تحليل شوف النقاط هنا هتلاقي هي مقدمة عن فيروس الإيد هل تشخيص يكون بتحليل الإصابة الأخوة القلقانين يقول لها كان عندي إعراض والتحليل طلع سلبي ماشي بعد كده فيه أنواع تحليل ده اللي عايز يعرف إيه أنواع وإيه التحليل المفروض يعمله اصبروا شوية عليها هنلاقي ان شاء الله هل يتأثر هذي أنواع التحليل التلاتة المضاد الكمبو الايه المضاد الكمبو البيسير تاني حاجة هل نتيجة تحليل الايدز هل نتيجة تحليل الإصابة فيروس ايدز ستأثر بعوامل خارجية آه ادي باندي رقم اربع يبقى إذن طبعا طبعا أنا بفضل أن أنت تقرأ المقال يعني حتى حتى يا إخواننا البعض يتضايق البعض البعض يتضايق لما يسأل علي تشاط وبعدين أنا بجاوب لما السؤال يبقى محطوط على الموقع فالمساعد يبعث له الرابط بتاع المقال أو الرابط بتاع الإجابة فبعضهم بيزعل عايزنا أقول له أيوة أو لا وبيبقى مكتوب اقرى المقال أنا أحب اللي يسألني يعني يكون عنده شوية صبر المقال عمره ما ياخد منك خمس دقاء وعشر دقاء هتقرأ أول حاجة هيتجاوب عن سؤالك تاني حاجة هتجيلك شوية معلومات أخرى حوالين الموضوع زي ما انتم شايفين كده فأكيد بتستفيد وبعود الإنسان اللي بتواصل معايا أو المتابع ليا أنه يتعلم إزاي يبحث إحنا كعرب معلش ده خارج الموضوع إحنا كعرب ما تعلمناش البحث ما تعلمناش كيف نبحث تقدروا تقولوا كام واحد معرفش التعليم الحديث إيه النهاردة هل اللي بتفرج علي ده من الشباب اللي هو عشرين سنة هل انت الحاد اتخركت من الجامعة طلب منك أنك تبحث عن شيء على أيام أنا مستحيل أنا أول مرة نبحث في جامعة القاهرة أول مرة نبحث بعد التخرج لما بدأت أحضر الدراسات العليا الماجستير وما بعدها هي ده أول مرة في حياتنا أعرف يعني بحث ويعني أروح المركز القوم مكتبة البحوث وقتها طبعا ما كانش فيه انترنت ده احنا أنا بتكلم على سنة 81 82 82 كنا يحاول الله نروح مكتب بعد البكاليروس لما بنعمل دراسات العليا واللي بيعمل دبلوم مش ماجستير وما لزالت برضو ما بيبحث بيقرأ ويروح يمتحد اللي بيبحث فقط هم اللي بيعمل ماجستير ودكترة القوم للبحث مكتب تقول في الدقي بالنسبة للناس اللي عايشين في مصر وكنت اروح المكتبة البريطانية وكنت اروح المكتبة الامريكية ومركز تاني نسيت اسمه في مدينة نصر عشان اجمع المعلومات اللي مطلوبة في البحث او الدراسة فانا هدفي ان انا اعودكوا على البحث مقارنة بالدول اللي بتهتم شوية باسلوب التعليم الطفل من ابتداء بيعلموه على البحث بيعلموه على البحث لا ايه يعني انا عندي هنا من ان انا مش في دولة يعني مش عايش في دولة لكنها بتتبع الاسلوب الاوروبي والامريك الطالب من ابتداء التلميذ من ابتداء كل اسبوع او اسبوعين عنده حاجة اسمه بروجك البروجك ده عبر عن ايه انه يعمل مشروع يقول لك كون دايرة كهربية اعمل اعمل مشروع زراعة نبتة معينة شوف يحصل ايه فتلاقي الطفل عندنا بيدوخ اهله كل ايه اسبوع عايز يشتري مواد عشان يعمل المشروع بتاعه وبعدين ممكن يقوله ابحث لنا في كذا اكتب لنا موضوع عن كذا واذكر المصادر اللي بحثت فيها عملت لك 200 بحث ماشي على ما بتنصل الجامعة يعني بتبقى خلاص تعودت ان اي سؤال في ملخك على طول طخ تروح ضارب على البحث دا الاسلوب التعليم الصحيح عشان احنا عندنا ما زلنا او كتير مننا منتقص هذا فانا بحب اعود كو على البحث معلش دا خارج الموضوع محدش يقول الدكتور يلال بتكلم كتير معلش اصبروا علي عجوز والعوجيز بيحب بتكلموا كتير ماشي يا اخوان هتلاقي بقى ايه وفي حاجات تانية هل يعتمد انت طبعا الموضوع بتاعك هل هل يعتمد على تحليل بنك الدم دا برضو رد على بعض الناس عمل رحت اتبرحت بالدم وطلع التحليل بتاع سليم هل اعتمد عليه تعتمد عليه ان شاء الله بس طبعا فيه شروط وبعدين دا برضو كان واحد عن المصريين فحطت له الفقرة دا بيسأل فين يعمل فحص وفين يتابع وده في اخر كل موضوع بحط المصطلحات الطبية ليه لان اللغة العربية بصراحة بالرغم انها لغة غنية ولكن مفيش كل حاجة باللغة العربية وده لسبب لان من سنة 1700 ميل دي كل الطب او 99 وتسعة من عشرة في المية من الطب غربي فبالتالي بيستخدموا يا اما اسم المكتشف يا المكان اللي اكتشف فيه يا اما اللغة اللاتينية فبالتالي ترجمتها اللغة العربية بتبقى احيانا مضحكة فبكتب انا اللغة العربية وجمبيها تحت اللغة بتاعتها الانجليزية لو واحد عايز يعرف الكلمة دي معناها ايه بالزر بيا ملهاش معنى انما باللغة الانجليزية لها معنى AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS AIDS وبعدين في الاخر بقول عادة خاتمة كده في 3 اربع سطور زي ايه زي كده موعزة هالحق وبعدين في الاخر بقى هنا في هذا الموضوع وهعمله في كل المقالات اهم الاسئلة اللي بتدور حوالين التحاليل بجمع الاسئلة اللي بتيجي عشرات المرات عندي على الانجليزية وبحطها زي ما انتم شايفين في اخر بحاول ان مقال عن تحليل التحاليل بخصوص فيروس الاس انك انت لما تقرأ تخرج بجميع المعلومات المتعلقة بالتحاليل خلينا بقى نشوف الفقرة رقم اربعة اللي هي الخاصة بالسؤال الاساسي هل نتيجة التحليل تتأثر بعوامل خارجية ونشوف الاجابة ايه يعني انت يعني صدقني لو انت اتبعت مش محتاج تسأل اي واحد تاني ماشي هل اهو ادي ديت الفقرة رقم اربعة انا مش مرقم بس فعلا انا المفروض رقم الفقرات هرقمها عشان برضي يبقى نوع اسهل شوية على الانسان اللي بيبحث هل ادي كده شوفوا نتيجة اقرب الداش ده كله الكلام معنى ايه اخوانا الكلام ان نتيجة التحليل السلبية لا تتأثر لاب دوى ولا بمرض ولا بشرب ولا بأكل ولا بحالتك النفسية ولا بحالتك السياسية ولا اي حاجة سلبي بتتأثر بحاجة واحدة فقط لا غير انك انت تكون عملتها في المعاد المناسب يعني ايه يعني بالنسبة للمضاد بعد تسعين يوم من احتمال العدوة بالنسبة للكمبو بعد اربع اسابيع يعني نقول من ثلاثة اسابيع لأربع اسابيع بالنسبة للبي سي ار بعد حوالي عشر تيام طبعا واحد يقول لك يا دكتور انت مرة تقول عشر تيام ومرة تكون اسبعين يا حبيبي احنا يا استاذ الفاضل انت راجل يعني انا عايز اوجه نظرك حضرتك ووجه نظر حضرتك وحضرتك ان الطب ما فيوش معلومات مطلقة ما فيوش معلومات مطلقة الطب ده احنا بشر ما فيش حق مش واحد واحد زائد واحد تساو اتنين ما فيش في الطب كده ماشي فاذا عشر تيام يعتبر مطلقة اربعتاشر يوم يعتبر صح اتفقنا تسعين يوم يعتبر صح خمسة وتسعين يوم يعتبر صح ميت يوم يعتبر صح وهكذا فما فيش في الطب عندنا واحد واحد تساو اتنين فالخلاصة في جملة واحدة انه ما بيتقسرش واحد تكون طخد في دماغه وقعد يبحث يبحث ولأه في بعض الحالات الندرة جدا مش مش واحد يعني ايه يعني مثلا متسجل على مستوى العالم اللي هو سبعة مليار اللي احنا سبعة مليار بشر متسجل مثلا عشر اتنشر حالة طلعوا التحليل سلبي وهم فعلا مصابين يجي مسكن ده حول على قوة أغلب الله يبني الحلال في حياتنا كلها احنا بنمشي على القواعد بنمشي على ايه على القواعد يعني لو جيت سألتني سؤال انا ناوي اشتري سيارة هل قيادة السيارة آمنة يا دكتور هقولك ايه هقولك آمنة ولا مش آمنة هقولك ما تشتريش السيارات طبعا هتشتري السيارة لأن قيادة السيارة آمنة إلا في حالات قليلة بس لاحظ السيارة طبعا مش تشبيه مناسب أنا بكلمك عن سبعة مليار بشر اللي تسجل فيهم عدد محدود لكن السيارة تبتسجل يعني عدد رهيب ماشي يعني احتمال فيروس التحليل اللي يطلع خطأ ربما يكون واحد في العشرة مليون إنما السيارات الإصابة والحوادث ربما تطلع مثلا واحد في المية دي حاجة يعني فرق شاسع ومع ذلك أما بنتكلم في الحياة بنقول إن اشتري سيارة وتوكل الله لأن السيارات سوئتها آمنة ناشي طبعا التشبيه لا مش دقيق لأن السيارات تختلف ناشي فخلصة الموضوع إن تحليل الاس لا يتأثر بعوامل خارجية يعني مش يطلع خطأ عشان إنت أكلت ساندويتش شويرمة ولا ساندويتش تيكة ولا حاجة لا طيب لكن معنى كده إن ما فيش تحليل خطأ خلينا نعرف يعني إيه خطأ يا أخوان التحليل الخطأ نعين الخطأ في الطب نعين أو في التحليل بصفة عما نعين خطأ فني وخطأ بشر ماشي الخطأ الفني يعني أنت تعمل المختبر عمل التحليل حسب الأصول وحسب التعليمات وبدقة وطلع التحليل سلبي مع أن الإنسان مصاب دسم خطأ فني زي ما بيحصل الأيام دي في تحليل المضاد بتاع كورونا بتاع كوفيد 19 ده تحليل مش حساس وبالتالي يحصل خطأ فني المختبر يعمل تحليل المضاد ويطلع المضاد عندك سلبي وإنت فعلا أصبت قبل كده بالفيروس أو حاليا المصاب ويطلع التحليل سلبي ماشي ده خطأ فني في تحليل كورونا إنما في الأيدز لا مفيش هذا الخطأ الفني لإيه لأن التحليل بتاعت الأيدز هي أكثر التحليل في مجال الطب حساسية حساسيتها 99 نقطة وتسعة من عشرة في المية المفروض أن مفيش في الطب حاجة اسمها ميم فتحليل الأيدز من ناحية الحساسية حساسة جدا جدا ومفيش واحد عنده أيدز ويروق مصاب بالفيروس ويروح يعمل التحليل بعد فطرة النافذة ويطلع سلبي ونقل في قط طيب ده التحليل الفني الخطأ الفني في الخطأ البشري الخطأ البشري يعني أنت يعني أنت لو رحت عند مختبر حباطرش ابن حباطرش ماشي هيغلط فني ده بتجيله عينة كل أسبوع بيعمل عليها مولد ماشي بيعمل عليها حفلة ومولد فقالها يغلط مش معقول هيغلط طيب هتروح لمعمل زحمة ده معمل كبارة ده معمل كبير والدولة عينه عليه ده بيجيله كل يوم عشرين واحد يعمل تحليل الايد هل ده ممكن يغلط ده لو غلط هيتتقفل الرخصة بتاعته مش هيفتح في حياته أبدا فهل ده ممكن يغلط مش ممكن يغلط في تحليل الايد واخدين بالكم لكن الخطأ البشر يعني الفن بتاع المختبر بقى متغز منك ولا حاجة ويرمي التحليل بتاعك ويكتب سلبي ده يدخل تحت النطق يلا نخلي الوسوس بقى يكل في دماغ الناس الموسوس يعني يعني فإذا خلصنا أن الخطأ الفني غير وارد بالنسبة لتحليل الايدز بالذات مش زي تحليل كوفيد ناينتين أما الخطأ البشري برضو عمليا غير وارد عمليا غير وارد ماشي لأن الخطأ البشري إذا حصل الإنسان بيعرض مختبره أنه يتقفل معرفش بقى أنت فأني دولة أنا بتكلم على البلاد المحترمة ماشي في هذا الفيديو كان هدفي مني منه أعلمك الحاجة الأولى أجاوبك على هل نتيجة تحليل إصابة فيروس الايدز تتأثر بعوامل خارجية السلب طبعا أنا نسيت أقول لكم أن تحليل الايجابي لا 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 نعتمد عليه لازم نعمل تحليل تأكيدي لأنه ليس دقيق ليس ممكن تطلع تحليل ايدز المضاد إيجابي وتيجي تعمله بالتأكيد يطلع سامي طيب والحاجة التانية والمهمة حاب تعلم إيه الأخوة إيه الأفاضة حاب تعلم حضرتك وحضرتك وحضرتها وبرضه أعلم نفسي معاكم أن البحث أفضل طريقة أفضل من السؤال لأي شخص ما ماشي ده بصفة عامة ولو أنه في النهاية يسعدني طبعا أن أي واحد يسألني وإذا بحثت وما لقيت الإجابة أهلا بك وفعلا اتفضل حضرتك شايفين أنتوا كده الكرة الزرق بتضغط عليها بيطلع لك تشات بوكس حط سؤالك هنا بس رجاء عشان تحط سؤالك إحنا مشتريين هذا الاتشات أنا مش مبرمج ولا عندي مبرمجين أنا يعني يعني بس في النهاية أعتبر شخصي شخصي ولسته شركة عملاقة زي الشركات اللي بتجيب مرمجين وبتاع فأنا شاري هذا شاري هذا عشان تحط سؤالك السؤال بتاعك لما بتحط بتحضف عندي على الموقع بس عشان يتحضف على الموقع بيبقى الشركة مصممة بحيث أن أنت لازم تكتب الإيميل بتاعك لو ما كتبتش الإيميل بتاعك بيتنته السؤال مدفون هنا في الليتشات وأنا ما عرفش عنه حاجة ماشي أخوانا أو يتحضف بعد كده بأسبوع واللاثنين لما أنت تحط الإيميل فينزل في الموقع تحت فما بشوفه فهي دي الحالات الوحيدة اللي أنا ما بجوابش عليه ماشي ولو أنت عايز تختصر الموضوع على طول بتجري على الموقع زي ما حضرتك شايف وتشوف الموضوع المناسب ليك هتلاقي كده مكتوب عندك عربي وشوف كده محتويات الموقع هتلاقي محتويات الموقع تلعت عندك الأمراض الفيروسية صحة الرجل وأمراض الزكورة وكل طيب عندك صحة الرجل عايز تسأل عن صحة الأمراض الجنسية الانتقالية أو الأمراض الجنسية الانتقالية هتلاقي تلاقي أقسام زي فيروس الأيدز مرض السيلان أو مرض الكبد الفيروسي وهكذا تروح ضرب على القسم الخاص به وهيطلع لك كذا الموضوع أنا أفترض أن أضرب على فيروس الأيدز أو ضربت على فيروس الأيدز هيطلع لي هيطلع لي زي ما تشافين كده أنا ما ضربتش ها ضربت هيطلع عندي الموضوع الخاص بفيروس الأيدز هتلاقي كذا موضوع عندي هل يوجد علاج للأيدز طبعا مترتبة حسب تاريخ صدورها أو نشرة كذا موضوع شوف الموضوع المناسب المناسب لي وتفضل افتحه وقرأ ما هو تحليل الأيدز بالمنزل الناس اللي بتسأل تحليل الأيدز بالمنزل وهكذا اختر الموضوع المناسب وروح حاطة افتر التحليل الأيدز بالمنزل تحليل الأيدز بالمنزل سهل جدا جدا واحد يقول اصلا انا يا دكتور ما بعرفش الاتشاط يبعث على الواتس اد ما بعرفش الاتشاط طب يا حبيبي اللي عرفك الواتس اد ما هي عرفك ايه بقى ده اه طلعلك الموقع ده الظاهر الأخ اللي بيشتغل معنا اعمل الفيديو بحيث ينطق مصح المهم انا سكيت مش عارف بصراحة اه اه مش اتنزل تحت لو انت بعد ما تقرأ الموضوع بتاع حضرتك قد المصطلحات الطبيعة زي ما قلت لكم من شوية ده بحط المصطلحات والمرأة بتنزل تحت خالص اه اتلاقي كده ده بيشتغل معنا اخونا الفاضل احمد ربنا يسهله دلوقت ملخوم في حاجات اخرى هتنزل تحت خالص خالص ماشي هتلاقي هن هتروح حطت السؤال بتاع حضرتك هيقول لك لازم حكاية الايدز دي انا مش بصراحة مش ورد بريس هو ورد بريس اللي عامل هتلاقي نفسك هتقضت ده السؤال هيقول لك طبعا انا عشان معروف ومتسجل في الموقع فما بيقول لش الايميل بتاع لكن لو انت مش معروف لو انت مش معروف زي خلينا نفتح الموقع التاني ده خلينا نفتح الموقع التاني ده معلش يا قل نصبره معي شوية هتلاقي ده انت شخص انا مش مسجل هنا فبالتالي اما توصل للاخر هتلاقي ههو يقول حط سؤالك في يا اخوان ما تحط اسم يا اما تحط اسم واستعار عشان بس نميزك لما تسأل مرة تاني او تحط الايميل بتاعك هنا فيش مشكلة اهو واحد اهو احط الايميل وبرضو نفس الايميل حطه مفيش مشكلة بس عشان بيظهر قصاد الاسم انا شخصيا اعرف الانسان ده سأل قبل كده طالة اسمحوا لي يعني امتالي كده اما اللي قعد معي او الفيديو قعد معي ال 15 دقيقة ديت اكيد استفاد استفاد حاجات كتيرة يعني ماشي وفي النهاية برضو استفاد الرد على السؤال بتاعه اللي هو ايه اللي هو الخاص هل تحليل الاصابة في فيروس الويد تتأثر في عوام الخارجية ولا لا وبكده خلصت اللي انا عايز اقولهلكم ونشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديوهات القادمة لو شايف يا اخواننا ان الفيديوهات بتاعت ديت بتفيدك وممكن تفيد غيرك فياريت تشيرها يعني تنشرها على الاخرين وياريت تعمل لايك لان لايك دي بتفيد الفيديو واللي مش مشترك يا اخواننا ما ينساش انه يشترك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته